شوف بقى الجمال شوف الحاجة اللي تشرف اللي نفرح بيها كلنا برضو انا بأكد دايما على كلمة كلنا دي كلنا ممثل مصري بيشرف الجميع في كلنا نفرح بيها صحافة العسبانية النهاردة اتكلمت عن موجة ريال مدريد و النادي الاهلي نبدأ بيه صحيفة مندو دي بورتيفو اللي قالت ان خصم ريال مدريد القادم هو الاهلي المصري النادي الاكثر نجاحا على مستوى العالم الاهلي المصري فريق حصل على اكثر من 140 لقب خلال 116 عام وده يجعل منه النادي الاكثر نياحا في تاريخ كرة القدم وقال الصحيفة مندو دي بورتيفو قالت انه على قميس النادي الاهلي فيه اربع نجوم اكثر من اربعين بطولة محلية فاز بيها النادي الاهلي وعشر نجوم اخرى تقع فيها الجزء السفلي للشعار دلالة على فوزه ببطولات دور ابطال افريقيا العشر وقال انه هما في مصر يتنفسون الاهلي في كل وقت السيارات تحمل ملصقا له المقاهي فيها النادي الاهلي موجود في كل مكان فيه والمشجعون بايش شعوره دايما بالاهانة اذا قلت لهم انه فريق غير قادر على هزيمة ريال مدريد اما صحيفة ماركة الاسبانية واحدة من اهم صحف العالم فقالت في الرباط هناك 11 مقاتلا مصريا من النادي الاعظم في افريقيا انتظرون ريال مدريد على اقل حر من الجار ان شاء الله النادي الاهلي بعد المباراة يكون حديث كل صحافة العالم والصحافة الاسبانية بإذن الله النادي الاهلي حقق الفوز على ريال مدريد مؤكد مش مستحيل بس برضو هي مباراة بس سهلة ان شاء الله ان شاء الله لعبة النادي الاهلي تبقى على قد المسئولية محتاجين اضعاف اضعاف قدراتهم عشان يقدروا يكسبوا ريال مدريد مش القدرات بس بتاعتهم المميزة لا ترام افريق اسموا ريال مدريد